العرض الأول لفيلم نجمة الصبح في اللاذقية وهو فيلم درامي سوري إنتاج عام 2019 صلت الضوء على سجل مخطفات سوريات تعرضنا للتعذيب خلال الحرب الإرهابية على سوريا فيلم أكثر بالرائع مبروك يعني مبروك لأبطال الفيلم مبروك للحضور اليوم العرض الأول باللاتخية مبروك أن الفيلم صراحة أعتقد يعني كل من حضر الفيلم كان عم يتابع بشغف أنا بتشكر المخرج بتشكر اللي مسلوه على هالإضاءة لأحد القصص اللي صارت من آلاف القصص في سوريا هي قصة حكيت وجعة بقعة صغيرة من محافظة اللازقية مثل باقي جغرافيا في سوريا جسد دور البطولة سارة صدقي ونادية صدقي ونسرين فندي الفيلم من إخراج جود سعيد وإنتاج المؤسسة العامة للسينما حكا عن الأسرة كيف صارت عن تفجيرات عن أعراس في حالة وفاة لأخت من إخوات اتنين توقموا هيك هو متصور بدايعتنا بسلم فيه تصور جزء منه وبيرامه الجزء الثاني فأجينا من هناك لنحضر هيك عمل رائع تصور من منطقتنا نحنا نعطرينه من أكثر من سنة ونص هلا اليوم يجينا نتابعه وكتير انبسطنا فيه تجارب من قلب المعاناتين حقيقة نحنا ما نسينا لنحي الزاكرة بس نحنا هذا الإحياء اللي عم بيكون دايما عبر الدراما السورية هو كتير كتير شيء كتير مهم لذاكرة الأجيال اللي جاي فيلم كتير كويس يعني عم بيجسد الأزمة اللي نحنا عاشناها فيه مشاهد معبرة كتير نحنا ما عد نعرف يعني صار فينا كمان ما زيجي من الحزن وزيجي من الضحك فيه مشاهد مضحكة بتخليك تنسى شوي الهم اللي انت فيه فيه مشاهد مهزنة واقع وعايشين ولهيك نقهرنا يعني ما شيء غريب بس نذكرنا اسم مأسات قديمة فعلا جسد هالأزمة بجدارة ونحنا حزانة لها الأزمة صارت ببلدنا والله ينصر الله ينصر سوريا إن شاء الله إلى الأفضر بإذن الله عرض الفيلم ضمن مصابقة آفاق السينما العربية في دورتها الواحدة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي كما فاز الفيلم بالتانت الذهبي لجائزة الجمهور في أيام قرطاج السينمائي عام 2019